السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا ليوم الاثنين ستة ايار مايو القمر اليوم موجود في برج الحمل رح يظل في الحمل لغاية الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة مساء وبعدها بده ينتقل لبرج الثور القمر اليوم موجود في منزلة البطين وهي منزلة جيدة لتهديئة النفوس والإصلاح والبدء بكل شيء ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة عصرا عصر اليوم بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير ذلك يعني ما هي غير مناسب لإظهار أي شيء مناسب للسر والكتمان وإخفاء الأمور القمر بما أنه موجود في برج الحمل لغاية ساعات المساء فبضل إننا منشعر بالنشاط في العمل ومنكون أكثر تصميما وأكثر استقلالية ومنبادر بمشروع جديد ولكن من المرجح أن تكون أفعالنا متسرعة أو متهورة علينا أن نكون حذرين على الطرقات أثناء الحركة أو قيادة السيارة منلاحظ في هذا الوقت أنه إحنا أقل صبر في التعامل مع الآخرين وهذا شيء ممكن يؤدي لمشاكل وحجج غير ضرورية بنفقد دبلوماسيتنا وبتسيطر علينا العصبية وفرض الرأي والتحكم بالغير لما يكون القمر موجود في برج الحمل دائما نوصي بإجراء فحص للعيون إذا لزم الأمر لذلك وأيضا تعديل قصة الشعر أو إقامة حفل ما بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوى من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءات للأعمال التجارية وبصير عندنا ثقة بالنفس أكثر وبنتألق بفضل سهولة تعبيرنا بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلو المسار الطويل اللي هو رح يبدأ من الساعة خمسة وسبعة وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش ورح يستمر لغاية الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش يعني طيلة النهار هذا بيعني أن الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار الساعة تسعة واحد واربعين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش القمر خلاص بنتقله بيستقر في برج الثور عشان هيك من ساعات المساء بنصبح أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا وإلا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو الأصدقاء وأثناء وجود القمر في برج الثور دائما مننصح بالبدء بخط التوفير أو شراء عقار أو استئجار عقار أو قضاء وقت ممتع مع العائلة أو في المنزل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الرأس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة الشريين والدم هاي الأعضاء لغاية ساعات المساء من ساعات المساء وما بعد بصير عندنا العنق والحنجرة الحبال الصوتية الغد الدرقية واللوزتين وتفاحة آدم بالنسبة للعمليات الجراحية طبعا اليوم بما أنه خلوه مسار طويل ما بنصح إلا بالعمليات اللي بكون متفقة عليها ما قبل خلوه المسار واللي بتكون اضطرارية فقط أما بالنسبة لعمليات التجميل طبعا أنا ما بنصح فيها بفترة خلوه المسار ولكن إذا كان متفق عليها ما قبل خلوه المسار يعني والضطرارية ما في مجال التأجيل يعني بتنعمل لأنها تعتبر من العمليات الصغرى مثل الحقن والجراحة يصلح أيضا هذا اليوم لإزالة الشعر الزايد بالليزر وإذا كان الاتفاق ما قبل هذا اليوم أما إذا اليوم قررت فما بنصح يصلح لقص الشعر التجميلي يصلح للصبغ والحنة ولكنه لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه رح ينتقل لبرج الثور خلوه المسار القادم بيبدأ تمام الساعة 9 و54 دقيقة مساء يوم الأربعاء وبيستمر حتى تمام الساعة 11 و19 دقيقة مساء بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمره 27 يوم الساعة 21 و27 دقيقة فجرا بصير 28 يوم نسبة الإضاءة 2% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور حتى يوم 25 سعيدة بنسبة 70% القمر في الحمل وبدو ينتقل للثور ورح يضل في الثور ليوم 8-5 سعيدة الآن بنسبة 60% ساعة المساء سعيد بنسبة 100% عطارد في الحمل حتى يوم 15-5 سعيد بنسبة 15% الزهرة في الثور حتى يوم 23-5 سعيد بنسبة 15% المريخ في الحمل حتى يوم 9-6 منتحس بنسبة 25% المشتري في الثور حتى يوم 25-5 منتحس بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 30% ورنس في الثور حتى يوم 1-9 سعيد بنسبة 15% ونبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الدولو بيتراجع حتى يوم 2-9 منتحس بنسبة 10% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط وبإمكانكم تسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم وممكن تهتموا بمظهركم أو بتغييرات معينة من الآن وحتى ساعات المساء هذه مرحلة انطلاقة ولكن ما بنصح أنك تبدأ بمشروع جديد بتتمتع بنشاط ذهني وجسدي كبيرين واليوم أنت الطاقة عندك عالية جدا أما في ساعات المساء بصير الوقت أنه بيحمل لك فرصة مالية ممكن تكون مفاجئة أو تدخل تحسين على ميزانيتك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا الوقت بيتطلب منكم لغاية ساعات المساء عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذاءكم وراحتكم ابتنخفض وطيرتك بشكل كبير ممكن تتأخر مشاريعك أو ربما تلغى أو وعود وما تتم فعشانك بدك تكون مهيئة لهذا الأمر لغاية ساعات المساء من ساعات المساء بتصبح ثقتكم بأنفسكم كبير وبعمكم النشاط وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بظل في نشاط اجتماعي ممكن تلتقوا بعض الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة بدك تكون مخلص لصداقاتك ووعودك وحاول أنك ما تفرض سلطتك على أحبائك أو على أصدقائك حاول أنك تكون مرن جدا حاول تتمم أعمالك الضرورية قبل ساعات المساء لأنه في ساعات المساء القمر رح يوصل لبيت المتاعب فعشان هيك يعني لا تراهنوا على الحضوظ في ساعات المساء بصير الجو هيك بيتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني إنجزوا فقط الأعمال بشكل روتيني برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بتظل الفرصة متاحة للأشخاص اللي بيبحثوا عن العمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة أهمش إنك تهدئ من روعك لأنها فترة سلبية لغاية ساعات المساء ضاغطة بتهدد السمعة فحاول إنك ما يدخل في القوانين أما من ساعات المساء تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو طلباته أو ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة لغاية ساعات المساء وبالضل فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو جراء مقابلة وبتقدر تظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة وبتنجحوا بالترويج لعملكم وكسب الدعم والتأييد ولكن انتبهوا أثناء قيادة السيارة بالشوارع المفتوحة في ساعات المساء بيصبح مناسب الوقت للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جدارتكم للمسؤولين ولكنها فترة مهمة فيها بعض القلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن يتواجه مسؤولية أو عبء مهني برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا من الآن وحتى ساعات المساء بتظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض بإمكانكم تبادروا لتصحيح الأخطاء أو ترتيب الأوضاع وإنتوا بحاجة اليوم لنشاط ولكن حاول تنتبه من الإسراف المالي أو السهو في بعض المسائل المالية من ساعات المساء هنا بيصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد وبتنجحوا في أمور تتعلق بالاتصالات أو السفر وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بيحباكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا من الآن وحتى ساعات المساء ما زال القمر موجود مقابلكم فبظل في مجال تدعيم شراكاتكم سواء المالية أو العاطفية وبظل فترة مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني ولكن ما بجوز إثارة المتاعب اتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية أما في ساعات المساء بتتغير الأوضاع وبتمنحك فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل حاولوا أن نتمموها قبل ساعات المساء يعني الأعمال الضرورية والمهمة حاول أنك ما تدخل بأي مشاكل مع زملائك بالعمل نظم جدوى الغذائك وخذ قسط من الراحة من حين لآخر في ساعات المساء القمر بيصير مقابلك تماما فعشان هيك بدك تنتبه هي فترة مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني وأيضا فترة ممتازة لتعزيز الشراكات شراكات المالية أو العاطفية ولكن بدك تحاذر الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معك فممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم والظروف بتكون جيدة احتمال أنه يكون في بعض القلق حول أحد الأحبة بتميلوا للهو والترفيه عن النفس لغاية ساعات المساء وبرضو فترة ممتازة لتعزيز العلاقة مع الأحبة أو مع الأبناء من ساعات المساء هنا الأجواء بتصير على التركيز على الأمور المالية أو الأمور العملية فعشان هيك رغم تراكم العمل إلا أنه عندكم قدرة على إنجاز الكثير من أعمالكم ولكن بتكونوا تنظموا جدول غذائكم وتأخذوا قصد من الراحة وما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي ما بترغبوا في إدخال تعديل على مسكنكم والتفاهم مع أفراد العائلة لغاية ساعات المساء وبالضل فترة مهمة لتعزيز الروابط بالرغم من بعض الهواجس اللي بتعيشها في تبادل زيارات أو اتصالات مهمة ولكن ممكن يسود بعض التوتر بسبب حدث طارئ أما في ساعات المساء الأجواء بتتغير بشكل كبير بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وأبو وسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالك نسبيا وبتجد حليف يدعم تصوراتك أهمش أنك ما تستسلم بل كرر المحاولات ممكن ترغب في استكشاف مناطق جديدة أو تميل للسفر أو المشاركة في رحلة عمل برج الدلو بالنسبة لما أوليد برج الدلو طبعا بتنشطوا بالسفر والاتصالات من الآن ولا حتى ساعات المساء منكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح وباستطاعتك قلب المعادلة لصالحك أهمش أنك ما تبقى وحيد بل ابحث عن الأصدقاء والأحبة لتعزيز الروابط بتملك سرعة خاطر ومهارة ملموسة أما في ساعات المساء بغسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وتعزيز الروابط العائلية وما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعج برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعاً بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي تيجي هذا المكسب بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو ممكن يحصلوا على هدية وبعضكم ممكن يسمع خبر سارة أو يلعب قريب دور مهم بالنسبة لإلك أو تهتم بقضية شراكة أو عمل أما في الساعات المساء هنا الأجواء بتتغير بشكل قوي جداً هنا بتنشطوا بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير اليوم هذا مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار أهم إشي إنك تتعامل بشكل مرح مع الجميع بدون عصبية وبدون تشنجات وحاول إنك تتفاهم الآخرين وابقى هادئ وما تفوت عليك فرص المصالحة والتسوية هيك منكون انتهينا من توقعاتنا على هذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء